الرحمن الرحيم حمدا لرب منزل القرآن فيه الهدى والنور الإنساني سبحانه بجلاله ما أعظمه وبهديه وبيانه ما أحكمه يدعو برحمته العبادة إلى الظفر بتذبر الآيات في كل الصور فهو الطريق إلى النجاة من الزلل وهو الشفاء من المصائب والعلل ثم الصلاة مع السلام على الرسول من بالكتاب أنار ظلمة العقول وبعد حياكم الله والأحبة الكرام على مئدة القرآن الكريم نعيش مع تأملات قرآنية وبصائر تذبرية مستخلصة من آيات الذكر الحكيم مستفادة مما كتبه السلف والخلف رضي الله عنهم أجمعين بقصد الثعاظ القلب وامتثال الجوارح قال الله عز وجل الله أن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا وبفضل الله عز وجل وصلنا إلى الجزء الثالث أو بداية الجزء الثالث ومع صفحة رقم اثنين وأربعين قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الكدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يستفاد من هذه الآية الكريمة من عظيم شأن الرسل جميعا صلوات رب وسلام عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد فضل بعضهم على بعض بحسب ما جرى على أيديهم من الخير والبر وما لاقوه من الأذى في سبيل الله عز وجل كذلك جراحات المسلمين وما ينزل بهم من الابتلاءات كلها بقدر الله عز وجل ولو شاء سبحانه ما كانت ولكنه تعالى يفعل ما يريد لحكم عظيمة فثق بحكمته تبارك وتعالى تسعد برضا كذلك يستفاد مشاع الاختلاف في أمة إلا شتت شملها وفرق جمعها وأتى على بنيانها من القواعد فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفع والكافرون هم الظالمون فهذه الآية فيها الأمر بالإنفاق من الله تبارك وتعالى يستفاد يستفاد أن من يدعوك إلى الإنفاق هو الرزاق الذي أعطاك سبحانه جل وعلا فهل لا جدت على عباده ببعض ما جاد به عليك ولذلك يقول الله عز وجل أنفقوا مما رزقناكم من الذي رزقك؟ الله تبارك وتعالى ومن الذي أمر بالإنفاق هو سبحانه تبارك وتعالى كذلك يستفاد افتدي نفسك اليوم من عذاب الأخرة ببعض ما رزقك الله من قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه أن تفديها بملء الأرض ذهبا ولا فداء فاليوم الإنسان ممكن أن يفدي نفسه بشيء يسير يتكرب به إلى الله عز وجل ويجعل الله تبارك وتعالى هذا المنفك يدخل الجنة من باب الصدق فشيء يسير قبل أن يأتي هذا اليوم اللي مش هينفع فيه نفقة ولا هينفع فيه يعني أي حاجة إنك أنت حتى ولو كان بملء الأرض من الذهب كذلك يدعو سبحانه وتعالى للتجارة الرابحة قبل فوته ويحضهم على اغتنام الخيرات قبل رحيلها ما أكثر الفرص اليوم وما أشده ابن الغافلين نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم كذلك الظالم خاسر مخذول لا خليل ينفع ولا ناصر ينقذ فاحذر الظلم فإنه ظلمات يوم القيام ولله ذر القائل لا تظلمان إذا ما كنت مكتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي ثم آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم أقول لكم على سر جميل أوي في آية الكرسية أعظم آية في كتاب الله عز وجل شان تقرأها بتذبر وتمعه الآية كلها هي شرح الاسم الجلالة الله واشتملت على عشر جمل بدأت باسم الجلالة الله من هو الله؟ لا إله إلا هو واحد الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبعة واسع كرسيه السماوات والأرض ثمانية ولا يؤدوه حفظهما تسعة وهو العلي العظيم عشرة فآية الكرسية كلها هي شرح الاسم الجلالة الله سبحانه وتعالى لما تقرأ كده الله من هو الله؟ لا إله إلا نهاية الآية الكريم ما معنى القيوم؟ يعني القائم على كل شيء سبحانه وتعالى ما معنى سنة؟ يعني شيء أو مقدمات النعاء زي ما يكون واحد قاعد كده ويأتي شيء كده من النعاز كده بس هو ما نمشي لكن شيء من هذه مجرد السنة ده هي ليست عند الله تبارك وتعالى سفة ونقص في المخلوقين والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق سبحانه وتعالى كرسيه الكرسي اللي هو سبحانه وتعالى يعني موضع جزاكم الله الكرسي اللي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحان الله الكرسي ده واسع كرسيه السماوات والأرض قلت لك السماوات السماوات السابعة والأرض أو لو جئنا دلوقتي نقول مسيرة من الأرض كده إلى السماء الدنيا ده إيه؟ مسيرة خمسمائة عام طيب سمك السماء الدنيا ده إيه؟ مسيرة خمسمائة عام طيب مسيرة من السماء الدنيا للسماء الثانية خمسمائة عام طيب السماء الدنيا أو الأرض دي كلها بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في فلاة والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاة والثانية بالنسبة للثالثة هكذا والثالثة بالنسبة للربعة هكذا طيب وما بين كل سماء والثانية دي ايه مسيرة خمسمائة عام سبحان الله طيب كل السماوات بقى والأرض دي كلها سبحان الله جل وعلا بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه تب الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه والرحمن على العرش استوى سبحانه جل وعلا ولذلك أتى الله تبارك وتعالى باسمه الرحمن مع العرش لأن سبحانه وتعالى يعني رحمته عمت الكافر في الدنيا وعمت المؤمن في الأخرة سبحانه جل وعلا فيستفد من هذه الآية الكريمة لا معبوضة بحق إلا الله لا نافع ولا ضار سوى ولا معطي ولا مانع إلا هو ولا دين إلا دينه ولا حكم إلا حكمه سبحانه وتعالى وما أفكر العباد إلى الحي الذي اكتملت حياته لكمال ذاته وأسماء وصفاته وما أقوى يقين المؤمن الذي تعلق قلبه بالقيوم الذي قام بنفسه وقامت حياته الخلق به سبحانه وتعالى كذلك راقب الله تبارك وتعالى حق المراقب فإنه لا يغفل عنك لحظة واقدر حق قدره فإنه القيوم الذي أقدرك والحي الذي أحياك سبحانه وتعالى واستحضار ملك الله تبارك وتعالى لما في السماوات والأرض يسكب في روحك القناعة برزقه والرضى بقضائه والجودة بعطائه سبحانه وتعالى ولا يملك أحد شيئا من دونه سبحانه فهو المالك الحق والخلق كلهم عبيده فلا تتوجه إذا غيره ولا تخضع لسواه وإن كان كرسيه سبحانه وتعالى قد وسع السماوات والأرض فكيف بعظمة خالق الكرسي جل جلاله ومهما على شأنك وعظم قدرك فاعلم أنك لا تزال عبدا لله العلي العظيم فطامن ملك بريائك وتواضع الإخوانك وتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك وقد تكفل الله عز وجل لمن قرأ هذه الآية بالحفظ ولا يقرب شيطان في ليلته مش لقاء تفسير للآيات لكن الآيات الكريمة دي تعرفين الكصة بتاعت سيدنا أبو هريرة لما جاءه رجل يشكي إيه يشكي عياله ويشكي كلة المال وكذا وكذا فأعطاه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبعدين راحل للنبيع الصلاة فالنبيع الصلاة يعلم يعني بوحي من الله عز وجل وأطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك فقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة قال شكى لي مالا وعيالا وأعطيته من المال قال قد كذبك وسيعود هيجي لك في اليوم التاني في اليوم التاني برضو جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الثالث نفس الكلام فسيدنا أبو هريرة كان أمين على الصدق فقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له طب خلاص ابني أعلمك شيء لا يقربك شيطا فقال له إذا أويت إلى فراشك فقول إيه الله لا إله إلا والحلقة يوم إلى آخر الآية وبعدين رحل النبي صلى الله عليه وسلم فحكى للنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقاك وهو كذوب يعني الأصل في الشيطان الكذب ومع ذلك هو صدقاك في ذلك فآية الكرسي اللي يقرأها قبل أن ينام لا يزال عليه من الله تبارك وتعالى حافظ بفضل الله عز وجل وفي حد بيشتكي مثلا من الأرد بيشتكي من الكوابيس بيشتكي من الأحلام المزعجة بيشتكي من أي شيء بفضل الله عز وجل وهذا دليل على وجود الله تبارك وتعالى مجرد ما يقرأ آية الكرسي ينام نوما هنيئا مريئا بفضل الله تبارك وتعالى آخر آية في الصفحة لا إقراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليهم الطاغوت ما هو الطاغوت حد يعرف تعريف الطاغوت بيه الطاغوت بس هنزيد عليه كمان حتة صغيرة لاني العقيدة في مرة أعونا في الحتة دي فقلنا نفس التعريف بتاعك كده يا شخم الصف أن الطاغوت كل ما يعبد من دون الله قال إجابة غرط إيه صح؟ إنك أنت هتزيد بس كلمتين معاه كل ما عبد من دون الله وهو راض يبقى في الحالة دي الطاغوت إنما لو أطلقناها كده وقلنا أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله يبقى كده جعلنا سيدنا عيسى إيه؟ كأنه طهوت وحاشة لسيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا عيسى طبعا لم يرضى أن يعبدوا النصار وسيتبرأ منهم كما هو معلوم وفي آخر زمان ينزل بأمر الله عز وجل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما هو أي معلوم سيدنا عيسى قال إن عبد الله آتني الكتاب واجعلني النبي فالفصل هنا في التعريف إننا نقول كل ما عبد من دون الله وهو راض إنه راض بكده لو هو راض بقى يبقى يدخل للتاغوت بقى نقدر نقول للبذى وبقى تبقى تاغوت الحوز هنقدر نقول على كل دونهم إنهما أي طواغيت إنما طبعا ما ينفعش إننا نقول عليهم طواغيت لأن لا نعلم هل هم راضين باللي يفعل بهم أم لا الله أعلم يبقى التاغوت هو من عبد من دون الله وهو راض العروة الوثقة يعني العاقد المحكم وفيه تفسير تاني أن العروة الوثقة إلى الإسلام وفيه تفسير إنهو القرآن وفيه تفسير إنهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله دين الإسلام غني عن أن يكره أحدا على الدخول فيه ولا بد للعاقدة من اقتناع واعتناق لتورك في النفوس أوراقها وتجود على الحياة بثماراتها إنها شجرة لا تنبت في سحراء الغضب والإكراه لو تدبر نعمة الإيمان لوجد فيها رشدا لا يرفض إلا سفيه يؤثر الضلالة والهوان على الهدى وكرامة الإنسان والدنيا بحر مضطرب بالمذاهب والآراء فاشدد يديك بالإيمان بالله فإنه العروة التي لا تنفصم والإسلام ينبوع صاف لا يجري إلا في قلب نقي لم يكدره إيمان بغير الله ولم يزاحم حب لمخلوق ولم يرد بالتحاكم إلى غير شريعة الله وحري بمن دخل في هذا الدين غير مكره عليه أن يوافق مظهره مخبرة أن يوافق مظهره مخبرة يعني مشكلة كبيرة عند كثير من الناس لا يعلم لا يعلم من الدين إلا إلا إسمة ومن القرآن إلا رسمة وأعرف بس شكل مصحف ومكتوب في البطاقة بتاعته أنه هو مسلم لكن سبحان الله إذا تعاملت مع عاشا شخص تجده بعيد كل البعد عن طاعة الله عز وجل ما فيش صلاة ما فيش صيام ما فيش تلاوة قرآن ما فيش حاجة في حياته خالص تدل أن هذا الشخص مسلم فدي مشكلة كبيرة عند كثير من الناس لا يعلم من الدين إلا إسمة ومن القرآن إلا رسمة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته